السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم وده فيديو جديد انا عفاف ودي قناتي يارب تكونوا كلكم بالف خير الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا فيديو روتين وتجهيز البيت واستعداده للشتاء بس قبل ما ابدأ الفيديو اتمنى تشتركي في القناة من الزرار الاحمر لتحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب فعلي علامة الجرس اللي هتزهر على الكل علشان يوصلك اشعار على الموبايل بكل فيديو جديد لو تحبي واهلا وسهلا بحضرتكم بننظف ليه وبنعمل كل الكركبة والدربكة دي ليه وبنرمي كل الكراكيب اللي عندنا اولا عشان نعيش مرتاحين نفسيا شوية وتعيشي في مكان نظيف وهادي ورايق من غير كراكيب وكمان علشان في الشتاء يبقى عندنا روتين سهل وبسيط يومي ونعرف بقى نشغل بخور ونشرب قهوة ونشرب شاي ونعمل كده ايه روتين حلو ولزيز انما نقعد بقى ننظف شبابيك وننظف بالكونات ونشيل سجا جيد ونخسلها في الشتاء مش هينفع علشان كده هو دلوقت المناسب جدا ان احنا نعمل فيه كل الكلام ده يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة انا موجودة في اول حاجة عملتها نزلت طبعا استتايل وبعدين كل التكاة طبعا بتاعت الانتريات الانترية الاتنين يعني كلهم هشيلهم في حتة واحدة كده عشان هاخدهم واحدة واحدة اخسلهم في الغسالة بحطهم في الغسالة عادي جدا هما تكيات فيبر بحطهم في الغسالة وبعصورهم ما فيش اي مشكلة كل اتنين مع بعض بس ما نزنقهمش كتير علشان برضو الزنقة بتاعت الغسالة دي ممكن تقطع الحاجات لو موجودة عند الكويتش على الحرف فبحط كل اتنين في الغسالة لمدة خمستاشر دقيقة بس هو الموضوع مش مبقعين ولا حاجة الموضوع بس ريحتهم طراب فحاخسلهم كلهم في الغسالة وبعدين طبعا نزلت السطرة استتايل من الحاجات يعني اللي بتلمي طراب بكميات رهيبة طول ما احنا فاتحين الشبابيك بيبقى منزلين السطرة استطارة اصلا لونها مو فاتح جدا فهي كده مطربة على الاخر هتشوفوا الفرق بين دلوقتي بصوا الشكل فتكروا الشكل ده كويس وبعد الغسيل هتبقى عاملة ازاي دير السطرة الموجودة عندي في وعشان هدخل السطرة الغسالة بحطها على تقريبا ساعة ومن غير عصر خالص علشان السطرة ما تكسرش وعلى درجة حرارة بردة هحط كمان مفرش السفرة معيها لان مفرش السفرة كمان انا مش بعصره عشان ما يكرمش ولا يكسر خالص هحطهم بس سطرتين دول مع مفرش السفرة في الغسالة هحط مسحوق جل وخلص هشغل الغسالة على الطايمر بتاع الغسالة على ساعة ساعة كده يدوب كويس قوي مش هزود على الوقت عن كده وكمان بصوا لغاية العصرة خلاص وديتأكدي قبل ما تحطي السارة في الغسالة انك عملت كده وعملتها على درجة حرارة بردة جدا والبروجرام حوالي ساعة وعشر دقايق سبتها بقى ستارتت غسل وطلعت تاني على عايزة اعمل اول حاجة طبعا اللي ببدأ بيها دايما في هي البلكونة البلكونة دايما احب ببدأ بيها بتبقى مطربة جدا اه الشيش مش نضيف حقسله فمش عايز اعمل حاجة في الريسيبشن قبل ما نضف البلكونة الاول لاني ببدأ كده من بره لجوه عندي هنا الجردل ده انا بخصصات دايما للحاجات ديت يعني اللي بحتاج فيها ادلق مية حطيت فيه شوية آآ بريل عليهم شوية خل والفرشة دي بتاعت اصلا جروف المكنسة دي بعمل بيها بقى زي انتوا شايفين كده هي الريش بتاعها ده طاري وبيدخل في كل التفاصيل كده فبعرف عدعك بيه كويس من غير اي مشكلة غسلت الشيش بتاعي من جوة ومن بره وزي ما انتوا عارفين ان انا بخسل الشيش بس ومش على طول كل ممكن ست شهور انما بقيت الشهور ممكن كل شهر اشافاته بالمكنسة الكهرباء ده بقى بقى لي كتير ما عملتوش اللي هو موجود في الريسيبشن ده فنضفته بمية بالنسبة بقى للازاز والسلك انا مش هنضف مش هحط عليهم مية خالص انا بعملهم باي بخاخ عندي في اي منظف ويجوانتي او فوطة طبعا اللي تعارفين ان السلك بيشيل تراب بكميات رهيبة حمسح بقى كل الدرفة اللي عندي الازاز من جوه من بره السلك من جوه من بره هنضف الكمان الحلق بتاع البلكونة مهم جدا هزبطها كلها وكمان نضفت الارض في البلكونة من جوه وكمان نشفتها وتمام كده خلاص بقى الجزء ده مظبوط عندي بقيت زي الفل اللي هي زي ما انت شايفين من غير مية خالص البخاخ ده في خلى على جنرال على شوية مية صغيرين عندي بقى دلوقتي زي ما انت شايفين المنظر ده كده الانتريه جوه والركنة هي اللي بره آآ من اساسيات الشتة عندي ان انا غير الاماكن عشان احس ان انا نضفت يعني واي حد كده يحط لايك الفيديو ده ويكتب تعليق تحت دلوقتي انه هو كمان في الطبع ده احب اغير عشان احس كده بالتجديد والتغيير والنظافة يعني ما احبش احط كل حاجة في حلها كده هدخل الركنة جوه زي ما انت شايفين كده وطلعت بقى الانتريه بره طبعا لمعت الارضيات تحتهم كويس جدا الاول وبعدين خدت كل التكيات ودخلت بيهم عند الغسالة هبدأ اخسل كل اتنين مع بعض لمدة خمستاشر دقيقة كل دورة على السريع كده ورا بعض بسرعة وحنشرهم في البلكونة كده عندي في البلكونة وكمان عندي التكيات كلها بكرة ان شاء الله هنشوف هنكمل في الريسيبشن ونعمل ايه النهاردة اه نضفت كده وخليت الروتين برضو مش تقيل قوي عشان اللي تتفرج على الفيديو وعايزة تبدأ ما تحسش ان انا عملت حاجات كتير وخدت اليوم كله في التنظيف يعني انا بالزبط كده خدت حوالي ساعتين في الكلام ده وخلاص وقلت النهاردة مش هكمل اي حاجة في الريسيبشن تاني بس لماعت الارضيات طبعا وعندي كمان البلكونات نضفتها ولمعت الارضيات في في الريسيبشن برا وكده مستنية بقى خلاص الستائر تنشف والتكيات تنشف علشان نعلقها بكرة تعالوا نسوفوا هنعمل ايه هنزبط الانتري كله ونشيل منه كل التراب ونصفت بالمكنسة ونعمل خلطة حلوة جدا نغسل بها الانتري تابعا ان شاء الله الفيديو عملت بقى في الغداء يعتبر عملت صنفين من حاجة واحدة انا كان عندي اوراق فراغ مخلية اللي هي بنعمل بيها لشيش تووك بنشتريها كده مخلية زي ما هي عملت بيها فراغ مسوية في الفرن وعملت كمان شربة فراغ بالكريمة بصوا حاجة كده يعني مفيش كلام طحفة بامانة بمنتهى الامانة يعني شربة الفراغ بالكريمة اجمل بمتاعة المطعم بكتير طعمها حلو جدا وهتعمليها بطريقة نجحة جدا من اول مرة تعالي نشوف هنعمل ايه عندي بصوا اخدت من صدور من اوراق الفراغ دي وقطعت كده مكعبتها لشان عملها بيها الشربة عندي تدبيلة اللي هيحطها على الصدور الاوراق برضو مصممة انها صدور على الاوراق المخلية اللي هدخلها الفرن تتشاوى حطية زبايزي توم بابريكا فلفل اسود وكسبرة ناشفة هحط كمان معلقة صغيرة من الخل وحضيف معلقة من الصلصة حقلت كل التدبيلة دي مع بعض وحكتبها لكم برضو في صندوق الوصف بصوا عايز اقول لكم يعني مفيش كلام بعد كده هنزود كمان التدبيلة على الفراغ مش هنتبت بس يعني هنزود كمية التدبيلة على الفراغ آآ علشان هنغمسها بقى بلايش بصوا ولا كلمة يعني عندي كمان عسل نحلة وزعتر معلقة من العسل النحل وكمان زعتر وزيت هكتبها لكم كده بالتفصيل بالمقادير كمان تحت في صندوق الوصف هخلط التدبيلة كده مع بعض بصي عايز اقولك انتي مش محتاجة اصلا انك تتبيلها وقت في التلاجة عشان يطلع لها بقى طعم ويبقى اللحم بتاعها دايب وكده الاوراك اصلا بتبقى طارية غير الصدور فعايز اقولك ان التدبيلة دي تجنن انا هحط التدبيلة على الفراغ وحسيبها كده يعني عشر دقايب لحد ما جاهز الشربة وبعد كده هدخلها الفرن بصوا انا هوزع التدبيلة بصوا هتاخدوا بالكم ان انا بوزع التدبيلة كمية كبيرة التدبيلة اصلا هي عبارة عن زبادي يعني كل التوابل طبعا بسيطة بس التدبيلة كلها عبارة عن زبادي فالزبادي ده هيخلي الفراغ طارية جدا ليها طعم مميز بقى مع مع التوابل اللي حطناها فحيبقى ليها صص حلوة قوي قوي تدبيلة دي هتلزق على الفراغ كده من فوق وحتديها طعم يجنن ياريت تجربيها وتكتبي لي تحت في التعليقات تلعت معيك يا عاملة ازاي انا متأكدة جدا انها هتعجبك مين فينا ما بيحبش الاكل النواشف او الحاجات اللي هي شربات وفراخ مشوية والحاجات دي سهلة تقدر يتقدمي طبق في البيت حلو جدا يعني زي بتاع المطاعم كده من غير ما تعملون بقى رز وشربة وطبيخ وكده اجي حاولي تجددي وتغيري بصوا بقى شكل التدبيلة على الفراخ عاملة ازاي واو بجد عايز اقول لكم ان هي عجبتني جدا دايما الزبادي مع الفراخ حلو قوي بصوا بقى نعمل شربة الكريمة سهلة جدا عندي بصلغاية كبيرة انا حبشرها ناعم جدا اهم حاجة ان البصل تفروميه كويس جدا جدا عشان هو عيبقى موجود في الشربة مش عايزينه يبقى باين بس هيديه طعم ومميز قوي هحط كده معلقة من الزبدة النيوزلاندي انا دايما باستخدامها في الاكل يا زبدة طبيعي هحط عليها البصل طبعا بصل وزبدة بقى وفلفل اسود مش عايز اقول لكم على ريحة هقلب كويس قوي بس البصل مش هتغمقه يعني يا دوب هيتشوح بس ريحته تطلع كده بالشكل ده هروح حطة معلقة دقيق كبيرة الاول طبعا هنزل الفراخ يعني اشوحها مع البصل كويس وحسبها لما تستوي حضيها رشة ملح ورشة فلفل بس مش هحطها اي توابل تاني وبعدين ههدي بقى النار عليها شوية كده الفراخ هتنزل مية وحتشرب المية لنزلتها تاني خلاص هتكون عندي استوت هبريكوا شكلها دلوقتي طبعا بعد ما الفراخ استوت احنا عايزينها باستوية تماما لان كل الخطوات اللي هنعملها دلوقتي بعد كده هي خلاص هتاخد دقايق بس هنزلها الاول على النار عليها مع البصل وبعد كده اهدي بقى النار شوية كده خلاص الفراخ عندي استوت بصوك بقى لها آآ صوص كده من المية اللي نزلتها وشربتها خلاص ما حطتش عليها مية خالص هحط بقى في النص كده من علاقة كبيرة من الدقين وهقلبها كويس جدا مع الفراخ لحد ما حس ان هي الدي يعني مش ناية هقلب كويس وحفضل اه شوح كده دي مع الزبدة والبصل والفراخ انت بقى عايز تحطي بقى في خطوة دي مرأة اوكي لو عندك مرأة فراخ مرأة لحمة اي مرأة عندك تمام ما فيش مشكلة ما عندي كيش ممكن نحط مية برضو عايدي يعني هي دي فراخ برضو هيبقى ليها صوص كده هتنزله في الشربة فهتخلي طعمها حلو انا هنزل المرأة اللي عندي والمرأة دي على فكرة مية على مرأة بيتي انا مش بحب اشتري الجاهزة خالص مرأة انا اللي عاملها في البيت هحطها كده على شوية مية حطيت اربع مكعبات وغلتهم في مية وبعدين اضفتها على الفراخ كده خلاص تغلي يا دوب غلوتين كده هنزل عليها كوباية كبيرة من الكريمة وانا استخدمت هنا الكريمة السايلة بتاعت جهينة طبعا ولا كلمة يعني طعمها اساسا يجنن خلاص كده يا دوب اول ما تبدأ تغلي كده هنلاقي القوام بتاعها تقل بس مش تقل يعني اللي هو تقل كتير لا يا دوب قوام هلف بس هي برضو شربة تاخذي بالك انها شربة فما تقليهاش قوي عندي بقى الفراخ انا حطيت اعواد الشيش تاووك حطيتها في مية لمدة ساعتين علشان متحراش في الفرن وبعدين دخلت فيها الفراخ بدون اي خضار وبدون اي حاجة ومن غير مية وحطيتها في صينية في الفرن وبقيت شكلها كده بحب حطها ليه في اعواد الشيش تاووك علشان تطلع الفراخ لها شكل كده مش مفروضة بص ريفين الشكل ده هيبان اكتر لما اقرب الكاميرا منه يعني بحسها كده شكلها يعني احلى بتدي الفراخ كده تعريجة حلوة جدا افضل من النتب اشريح زي الصدور يعني يتغيير بقى ده كده شكلها لما استوت ممكن تعملي معها صلطة خضرة هي مش محتاجة بقى خضار ولا اي حاجة ايدي الشربة بتاعتنا سايفين طبعا القوام بتاعها وايدي الفراخ بالتدبيلة والزعتر بقى ولا كلمة يعني طب مزبادي وحاجة كده اخر جمال قدمي معها رز اصفر رز بشعرية بسماتي مصري اللي تحبيه خالص بس دي بصراحة انا كنت يعني لما بعمل الروتين بدور على الاكلات تكون شكلها حلو والولاد يحبوها في نفس الوقت تكون سهلة بالنسبة لي دي اكلة سهلة لانها ما خدتش نص ساعة في المطبخ وكانت كلها جاهزة وقت اللي انا عملت فيه شربة الكريمة كنت دخلت كمان الفراخ الفرن فالموضوع كان سهل وبسيط وسريع بصوا يعني قطع الفراخ بتاعتنا المستوية متشوحة في زبدة على بصل على ملح وفلفل قوام الشربة نفسها حلو جدا تقدري طبعا تتقليها اكتر زودي معلقة دي كمان لو انت بتحبيها سمكها تقيل شوية انما هي بالنسبة لي كده حلوة جدا استخدام الكريمة اللي نوعها كويس هيفرق جدا في طعم الشربة يعني الكريمة اللي باني بتاعت جهينة طبعا حلوة جدا اللي هي كريمة الطافي آآ جميلة جدا وبتخلي الاكل والصوصات طعمها حلوة قوي الفراخ بتاعتنا طبعا مستوية اخذ بالضبط ساعة الاربع في الفرن عايز اقولك ان شربة الفراخ بالكريمة طعمها حلو جدا ومميز وهتعجب الولاد جدا جدا يعني فحاولي تجرى بيها ان شاء الله تعجبك كمان مش لازم تشتري فراخ مخصوص تعملي بيها شربة كريمة يعني ممكن كل مرة تعملي فيها بني تشيلي لك شرحتين تلاتة كده وتجمعي على بعض كم مرة وتعملي بيها شربة فراخ بالكريمة يارب يكون الفيديو ده عجبكم وسجعكم آآ وانا رزلت الفيديو ده دلوقتي على سن كل حد يشوفه النهاردة تسحى الصبح بقى تتنصت كده تفتح وتزبط الانتريه وتخسر ستاير وتشير المفارس ويارب يكون الفيديو عجبكم وياريت لو الفيديو ده عجبك تحطي لايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني وده اول فيديو ديك في القناة اشوفكم على خير انشاء الله فيديو جديد وروتين جديد واستنوني بكرة باع ننظف الانتريه مع بعض من الطراب والبقع وكل حاجة السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة